هذا وسيشهد العام الدراسي الجديد جدولة زمنية جديدة حول وقت انصراف الطلبة من مدارسهم في المراحل الدراسية الثلاث ما اندقت الساعة السابعة صباحا الا واجتمع الطلاب في ساحات المدارس ليبدأوا يومهم داخل ارويقة المدرسة بكل حيوية ونشاط وفي اول يوم دراسي لهم استعدت وزارة التربية والتعليم بكافة التجهيزات لاستقبال الطلبة ومن بينها توفير الفصول الدراسية لهم في جميع المدارس الى جانب تسليمهم الكتب الدراسية استعناست يوم شفت المدرسة ورجعت حق معلماتي والبنات والمعلمات والصفي شفت الصفي اليديد فرحانة يعني ان رجعت المدرسة ويعني استقبلوني احلى استقبال ودخلت يعني وان شاء الله يعني المعلمات ما يقصرون معنا ويعني يساعدوننا كل ما يقدرون بلباسهم المدرسي الموحد وبشعور من السعادة والتحدي والاصرار هكذا بدت ملامح الطلاب في يومهم الاول وعبروا عن تلك السعادة بكلمات تصيف شعورهم بلقاء معلميهم وزملائهم عبدالغاني وان استعناست لانا بروح المدرسة المدرسة وايد حلوة اتحق المدرسة وشفت رابعي وشفت يعني صافي اليديد واستقبلوني احلى استقبال وعطوني لبعض من الهدايا واستعناست يعني وايد اني شفت صديقاتي ومعلماتي وهلون وسلمت عليهم بكل سعادة وسيشهد هذا العام الدراسي تطبيق جدولة زمنية جديدة متعلقة بالوقت المدرسي لجميع المراحل حيث سيكون نهاية الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية في الثانية عشرة والنصف اما المرحلة الاعدادية سيكون الانصراف في الواحدة وخمسة عشرة دقيقة اما بالنسبة للمرحلة الثانوية سيكون الانصراف في الواحدة وخمس واربعين دقيقة مع بداية العام الدراسي الجديد تفتح المدارس الحكومية ابوابها امام طلبتها في مختلف محافظات المملكة ليعود الطلبة من المراحل التعليمية الثلاث الى مقاعدهم الدراسية وسط طموحات واهداف جديدة يحملها الطلبة معهم في عامهم الجديد ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين